زيكم يا بنايات عاملين ايه يا رب كلكم اكونوا بخير النهاردة فيديو مميز جدا هنتكلم عن ميكوب الجامعة هرشح لكم شوية منتجات يعني انا جربتها وعجبتني منتجات شخصية وكنا اتكلمنا عن حاجات قبل كده لو في اي حاجة عامل عنها ريفيو هاقول لكم رجاعوا من ريفيوهات تقريبا حاجات في معظمها عاملين عنها ريفيوهات اولا بس عايز اقول لكم على حاجة طبعا كل البنات اللي داخلين الجامعة مرحلة جديدة في حياتك ربنا يوفائك فيها ربنا يوفائك في دراستك وربنا يوفائك في حياتك انت النهاردة كبرتي وبقتي مسؤولة عن نفسك بقتي مسؤولة عن نفسك برا البيت بعد ما كانت ماما او بابا على طول معاك فان شاء الله تكوني قد المسؤولية وان شاء الله تحقق كل احلامك في الفترة اللي جاية ومنحقك طبعا انك كبرتي ومنحقك انك تظهري جميلة بس عايز اقول لك انك قبل ما تفكر ان انت تحطي ميكاب وتعملي حاجات ان انت اهم حاجة اتحافظي على صحيتك وبشرتك دي برضو جزء من صحيتك نعمة ربنا الدهنة فلازل نحافظ عليها نصحت لكم انكم ما تشتروش اي حاجة كوبي ما تشتروش اي حاجة مجهورة المصدر ما تشتروش اي حاجة تحطوها على وشيكو وتستخدموها وتبقوا فرحانين ان انتو بتعملوا ميكاب وانتو بتقزوا بشرتكو اي حاجة حتى اوريجنال اللي بتحطيها وتحسي ان هي بتعمل معاكي مشكلة مفيش داعي ان انت تستخدميها لو اي منتج استخدميه كويس وعملك اي مشكلة ببشرتك وقق فيه تماما بشرتك اهم حاجة نعمة من ربنا حافظي عليها دي اول حاجة تاني حاجة ودي الاهم من اول حاجة انا عايز اقول لك لازم تكوني متصلحة مع نفسك وكوني مقتنعة تماما ان جمالك ده بينبع من شخصيتك من جوه بينبع من تصرفاتك من التعامل مع الناس من التعامل مع اصخبك في الجامعة من شخصيتك المحبوبة خليكي واسقة جدا في نفسك مش مش الميكب هو لا يخليكي جميلة لأ شخصيتك هتخليكي جميلة اصلوبك مع الناس هو اللي هيخليكي جميلة هتكوني احسن في عيونهم لو انتي كويسة لو انتي فيكي صفاك كتير هما بيحبوها ده احسن ما تدخلي عليه وانتي عاملة في الميكب وانتي شخصية مش كويسة دي نصرح تليكي طبعا وفي حاجة تاني عايز اقولها لك لو انتي هتخطي ميكب فبلاش تخطي كل يوم في الميكب في الجامعة طبعا الجامعة برضو مكان دي القدسية بتاعته طبعا ده مكان دي العلم من حقك ان انتي تظهر ان انتي اقويسة والميكب بيدي طبعا برضو طبعا يعني نوع من الجمال بس برضو حطي ميكب فالنطاق من قد تخطيه قال لي جدا 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 من الحاجات بالذات اللي هتحط على بشرتك حاولي تكوني من الناس اللي بتحط ميكب بسيط هنقول دلوقتي ايه الخطوات اللي هتخطيها وهنرشح بعض المنتجات ومش هي دي المنتجات اللي لازم تجي بيها هقول بداية اللي هقول اللي انتي هتحبيه طبعا تجي بيه النهاردة طبعا هنتكلم عن كل الحاجات مش هجيب اي سيرة حاجات يعني هاي اند خالص ودي الحاجات اللي انا بستخدمها انتو عارفين ان انا لنفسي انا بستخدم الحاجات دي ليه انا فحاول اوليكم الحاجات اللي انا بستخدمها ويعني ان شاء الله باذن الله اساعدكم بالفيديو ده على قد مقدر حاولوا تستحمله راغيه بتعارفين انها بحباري برضو فاحنا كل واحدة على فكرة فينا فيها ميزة وفيها عيب فحتى في 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 الجمال اللي هو في جمال الواجه نفسه يعني في ناس بتبقى من داية قوي مثلا ان هي مناخرها كبيرة في ناس من داية ان يعنيها صغيرة في ناس من داية ان شفايفها كبيرة في ناس من داية ان شفايفها صغيرة آآ خليكي متصلحة مع نفسك احب نفسك زي ما هي آآ البنت الشطرة هي اللي بت بتركز على نقط القوة وبتتغاضى عن نقط الضعف عموما دا في الحياة عموما وانت بتحطي ميكوب اركزي على الحاجات الجميلة في وشك وزهريها وما تحاوليش تعمل يسبوط على الحاجة اللي انت شايفها مش حلوة يعني وطبعا ما فيش بنت مش حلوة كل بنات جميلة وآآ كل البنات طبعا حلوين بس آآ انتو دايما بت بتعلقوا كده على حاجات يعني ايه بتبقى مش آآ متستهلش اللي انتو تقفوا عندها يعني وتكبروا المواضيع كل حاجات تتعالج يعني طيب هنبدأ عرفوه بقى في الفيديو عشان ما تقولش عليكم اكتر من كده اول انت هتقومي منهم هتخسري وشك اوكي انا برا شرح لك آآ الغسود ده اللي هو توبي جنت الازر انا عملت عنه في القناة ده للبشرة الدهنية والبشرة المخترطة في منه البنك للبشرة العادية والبشرة الحساسة والبشرة الجافة ده سعره 95 جنيه معرفش البنك برضو هيبقى بحدود خمسة وسبعين تمانين مشاهدة عن كده برضو نفس الرنج يعني ده ممتاز قوي 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 آآ في بداية اللي هو موجود حاليا في كل الصادرات لان هو متوفر وكل الدكاترات باللقتي بتكتبو آآ عندك بقى لو انت مش عايزة تجبيه فعندك آآ كليلاند كلير عندك آآ جونسون في برضو منه كل انواع البشرة في آآ في البراند ده بعد كده هتحطي وصلتي وشك هتحطي التونر بقى هتحطي لو انت بشرتك دهنية او بشرتك مختلطة فعندك برضو انا برشح لك ماء اللامون وبرشح لك ماء النعناع من الفيرتاري ماء اللمون بعشرين جنيه ماء النعناع بتلاتين جنيه كنا برضو عملنا عنهم ريفيوهات في القناة قبل كده لو أنت بشرتك عادية او جفة او حساسة هتحطي ماء الورد من كبه بحشين جنيه غني من التعريف طبعا برضو عملنا عنه ريفيو بس طبعا ده رفيوهات مليانة والشكر في ملوش حدود يعني تمام بعد كده هتحطي من لاروش بوزي او بايو ديرما لاروش بوزي وبيو ديرما السعر بتاعه تقريبا هيبقى في حدود يعني نقول من 250-300 بس طبعا لاروش بوزي هو الطب بالنسبة لي انا شخصيا بستخدمه باستخدمه تول الصيف انا ما باستخدموش في الشتى لكي ده انا ما باخرجش اصلا في الشمس في الشتى خالص فكده كده ما باستخدموش يعني وكان عندي للاسف او خالص وانا يعني رمية لعبوه انا باستخدم الليل yarnيبق يطبعا لان برشيتي دهنية في أنواع أقل منه انا كنت استخدمت قبل كده رونا كنت سافرت وما كانش معي بتاعي واستخدمت رونا رونا كان حلوي برضو لان رونا ك lunاث السيز يعني في اقوى من اللون العادية وفيه بردو برند ازيس في ناس كتير شكرت فيه وفي دلوقتي اللي هو برند بوباي تقريب او بوباي ده بردو في ناس كتير بيشكروا في بيقولوا انه هو كويس دي منتجات اقل في السعر يعني لو انت طبعا عايزة باكتج اقل من من ناروش بوزي بايدر بعد كده حطيتي السام بلوك المفروض اللي انت بعد السام بلوك بقى بتحطي لكون سيلة لو عندك هلات حوالين عينك او لو عندك اي عيوب بقى اثار حباب اثار حبوب صريم علشي عندك اثار بقعات صبغات نمش اي حاجة بقى مشكلة في البشرة وعايز تخفيها فعندك كمفلاج بتاع كاترس ده لبشرتك عادية لو بشرتك جفة اما لو بشرتك دهنية ومختلطة فيه منه الليكود برضو هتكلم عليه في الغيوه تاني البديل بتاع دول عندك البديل بقى للكونسيلر ده في عندك ميبلين منزلة في عندك فلورمار منزلة في عندك بدايل كتير ممكن تستخدميها تمام انا بقول ان بعض الخطوة دي هتسبتي الكونسيلر ببودر فيه ناس بتقول لا لازم احط فونديشن مكش حاجة اسمها فونديشن يومي لو انت بقى خلاص مقفلة معيك وعايز تخطي حاجة فهتحطي بي 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 اخاف شوية من الفونديشن وفيه مرتبات وفيه حاجات ما بيقزيش البشرة قوية مع ان انا مش بفضل الخطوة دي بس لو انت مصر عليها هاتي بي بي اه هقولها لكم بالترتيب كده برجوه وفلورمار وميبلين التلاتة دول احسن تلات انواع بي 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 برجوه فلورمار ميبلين تمام بعد كده هتسبتي البودر لو انت اكتفيت بخطوة الكونسيلر هتسبتي البودر لو هتحطي بي بي هتسبتي البودر البودر برضو برجوه في بودر برجوه كتير بكازالاين عندك فلورمار عندك ميبلين عندك اماندا اللي هي الحامرة دي وعندك جوردانا كنا عملنا قبل كده عليها ريفيو وعندك كاترز ليها كازالاين اللاين 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 اللا هو العادي دول كلهم بدال كويسة جدا وعندك البودر بتاعة اسنس الشفافة برضو كويسة جدا سبتي تمام الكونسيلر او الكونسيلر والبي بي زي ما بتحبي بعد كده هنيجي على نقطة الحواجب الحواجب لو انت حاوبك الشعر فيها كويس ومرسومة وعايزة بس تسبتي الشعر هتجيبي اما مسكرة اسنس الشفافة وهتسبتي شعر الحواجب او هتجيبي فرشة مسكرة عادية تكوني غسلها كويس وتحطي تسبتي شعر حواجبك بجلد الصبار واحنا كنا عملنا برضو فيديو عن الموضوع ده اسمه بديل مسكرة اسنس شفافة تقريبا اما لو انت حواجبك مظبوطة وعايزة تغير اللون حواجبك ففيه مسكرة حواجب من لوريال وفيه من اسنس وفيه من كاترز دول برضو كويسين بيدو لك طبيعي جدا مش بيدو لك اوبر دي حاجة يومية يعني لو انت بس عايزة تسرعي حواجبك بلون لو انت عايزة تسرعي حواجبك من لون هتحطي الحاجة الشفاف تمام لو انت بقى ما عندكيش يعني عندك مسلا فراغات في شعر حواجبك وعايزة تمليها هتجيبي اي بودر للحواجب زي دي كده تمام هتجيبي اي بودر للحواجب عندك 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 جوردانا عندك اي اي شادو بودر مط يكون بني مش محمر استخدميه للحواجب بس اما حاجة انه يكون مط ومش محمر تمام لو انت بقى ما عندكيش حواجب خالص وعايزة ترسمي حواجبك او حبيك رفايا وعايزة تخنيها شوية ممكن تستخدمي وبتحب الالام ممكن تستخدمي الام سيبال انا مرضو كنت عاملة عنها ريفيو الميزة بتاعتها ان هي بودر مضغوطة ممكن ترسمي حواجبك من غير ما توقع عشارات الحاجب لانه اللي بيوقع عشارات الحاجب الالم الفلو ماستر انما دي بودر مضغوطة ده في منه طبعا سيبال وانا انا بحب الالام دي جدا في منه كمان في كاترس وفي منه في مبيلين تمام بس ده ارخاصهم واحسنهم يعني انا من نسبهي ده الجودة بتاعهم اكتر وكاترس برضو كويس وبيدي لوك برضو طبيعي تمام دي بالنسبة للحواجب اما بالنسبة للمسكرة بقى بتاعة الرموش فمسكرة الرموش انا براه يعني برضو باقترح عليك طبعا وبرشح لك ان انت جيبي مسكرة رموش تكون لونها بني دي موجودة في برجواء ومتوفرة وموجودة اعتقد ان هي موجودة برضو في اماندا ومثالي موجودة في اسنس بس هي برجواء دي اكيد يعني ده شور مسكرة الحواجب البني حلوة قوي بتدي لوك طبيعي قوي بتصرح الرموش وبتاقلها بس ما بتديش بقى السواد بيبقى يعني جامد الصبح لأ بتدي لون غامق بس ببقى حلو اما لو انت مصرى وبتحبي المسكرة اللي هي السودة فعندك طبعا مسكرات ميبلين حلوة جدا 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 بس ما تجيبيش الواتربروف انا جيب الواتربروف عشان شغل يعني انما ما تجيبيش الواتربروف لانها بتلزق بتلزق في الرموش وما بتطلعش لما الرموش تطلع معايا فما تجيبيش هاتي العادي منها واختاري الفرشة على حسب على حسب مشكلة رموشك ايه انا كنت عاملة برضو فيديو ازاي تختاري المسكرة فرشة المسكرة على حسب المشكلة اللي في رموشك ماشي وعندك دي برضو من اورفلام زوان دي حلوة قوي وفي منها كمان السيرفر حلوة قوي اللي هي بتدي فرشتين دي اما حاجة ما تبقاش المسكرة واتربروف وفي عندك طبعا مسكرة اسينس البنك دي حلوة قوي طبعا مسكرة برجوها طحفة مسكرة اماندا برضو جميلة قوي مسكرة السيبال السيرفر برضو اوغانية عن التعريف فعندك كزا نوع اللي انت تحبيه بقى سامة حاجة ما تبقاش وتربروف وتختاري الفرشة صح تختاري الفرشة على حسب رموشك محتاجة ايه فرشة انت بتحددي رموشك محتاجة ايه وبتجيب الفرشة اللي بتناسب رموشة بعد كده بقى هنينجي للأي شادو انا بقول ان دايما الصبح بنحتاج الوان الترابية لالوان النعمة يعني ممكن لو مش هتحطي حاجة فوق الكونسير اللي هتحطيه فوق عينيكي فممكن تحطي حاجة زي كده بس هتدي ضيال عينيكي تمام وحطي الصبح لون واحد بس ما تقتريش عن لون واحد بس بحيث ان ما يبقاش اللوك اوفر وما يبقاش اللون ما يبقاش اللون صريحي بقى متوزع كده عمل له على الجفت بحيث انه متوزع ما يبقاش اللو هو يعني ايه اللون جامد عارفة ما يبقاش اللون فضيع انا كنت اتكلمت قبل كده عالبالد بتاع اماندا وكنت قلت ان هو للمبتدئين حلو وطبعا صعب الفتح والوانه كمان حلوة لان الوانه ترابية وحلوة قوي فحلو حلو بالد اماندا حلو لذيذ الوانه كلها ترابية طبعا الصبح لما تيجي تحطي تحطي الوان مات ما تخطي الشمر خالص اي حاجة في علامة تخطي المات دي الوان ترابية تمام وفي بقى كنت برضه انا قلت على البلد بتاع اماندا دي كانت بمية جنيه هتلاقى دلوقتي برضه في حدود مية وعشرين مية وثلاثين في منها كذا دي النود لوك في منها كذا كذا نوع تاني الوان تانية يعني وحلوة في زيها في كاترس برضو حلوة وايسنس برضو معقولة بس كاترس احسن من ايسنس في بقى دي كمان بتاعت فوريبر فيفتي تو دي فيها الوان كتير اوي فيها البنيات والروزات والبجات وكل حاجة اللي هي الوان المطي طبعا لاقصه للألوان المطي دي برضو حلوة اوي ايسا كبة تلتمية دلوقتي هتلاقى في حدود تلتمية وخمسين دي جميلة اوي تمام زي ما قلتلكوا هو الوان واحد عالجبن ويتوزى ما يبقى صريح اوي ااا في بعد كده هنيجي على الوان القحل الجوه العين اا اا انا قلتلكوا ان انا وبحب الشلماتيك ما تجبوش الماتيك هاتو الالوان اللي هي الخشب اللي بتبري قلتلكو على قلتلكو على كاترس قبل كده اللي هي دي الخشب دي وقلتلكم جميلة ولذيذة وكده اول حاجة عايز اقولك بس على حاجة ما تحطيش قلم كحل جوه عنيكي اسود دي نصحتي لان لما تيجي في يوم مش حطة وكنا تكلمنا قبل كده برضو في نفس الموضوع وكنا تكلمنا وقلنا لما تيجي يوم مش حطة قلم هي نفس زي المسكرة كده هتيجي في يوم مش حطة قلم اسود جوه عنيكي هتلاقي شكلك كده تعبان ومرهقة وكده فلو انت بتحب الاسود ومسر عليه هاتي قلم بني جامع وقلم اسنس حلو اللي انا قلتلكو عليه اصل النوعية من اسنس دي حلوة قوي وطر بروف جميلة مش بتسيح والالوان بتاعتها يعني واضحة قوي البني الازرق الاخضر الوانها كلها حلوة لو انت بتحب الاسود لأ هاتي البني ده وخطيه هتلاقي برضو هيديك لوك جامع دي من احلى الحاجات انها برا شحال كل الالم دي بعد كده بقى لو انت عايز تحطي قلم يفتح هانيكي فهاتي ما بيجي اما بينك بيجي عن الابيض لانه بيدي لوك شش مخالص يعني مش حلو برضو الالم دي من حلوة من كاترت اللي هي بتتبري كنت انا كنت مجربة القلم ده من لونة ما تكلمتش عليه قبل كده بس حلو برضو من امان ده قصدي سوري حلوة قوي الوانه برضو حلوة صريحة انا بوضة الحاجات دي كون لها رنجة تقلمي ميت جنيه عندك بقى الالام لو انت عايز تجيبي الام الوان عندك الازر عندك الاخضر عندك البيج عندك الالوان كتير عندك البني دي كلها الوان حلوة بس اكتره مساباته اسنس ده اسنس ده تحفة اما لو انت مش لقي اسنس ده فعندك بداي دي عندك عندك برجوة عندك فوريجر 52 عندك سيبال برضو حلوة مش وحشة وزي ما قلتلكو اماندا وكاترز تمام ده من نسبه للقح اللي جوه العين بعد كده هنيجي على مرحلة البلاشر البلاشر انا للاسف البلاشر اللي عندي كله اللي هو دلوقتي اللي هو فيه لمع شوية انا كنت عاملة ريفيو عن بلاشر كاترز هو فيه لمع يعني مش لمع مش وحشة او الصبح بس انا بفضل دايما المات الصبح طبعا كاترز من الانواع الكويسة جدا فيه نفس الدرجات دي بس علامات هتلاقوها في كاترز حلوة وثبتها حلوة اوي البلاشر ده كمان انا كنت جاباة من زمان من اماندا بحب لونه اوي لان لونه طبيعي جدا ناتشرا جدا لازيز على الفكرة انكوهش لمعه وبتالك انه فيه لمعه بس لونه كده اللي هو البيتش حلو اوي اماندا ميلانو دي اللاين ده حلو برضو زي اماندا نود بس ده اقوى شوية عندك رجاجو بقى ركزي على الالوان الفتحة البينك الفاتح البيتش الفاتح الحاجات الفتحة اوي بلاش تبقي واخدها بوكسين كده في خطوطك الصبح وانتي نازلة خطي بسيط 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 خالص من احلى البلاشرات البلاشرز يعني عندك بلاشر كاتريز الماط عندك بلاشر لونه حلو واماندا اللاين ده حلو وعندك سارة سارة ده برند على فكرة جماعة فعلا تحفة جدا مش واخد حقه البلاشر بتاعه برضو بيجماند جدا البلاشر تحفة 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 جوردانا جميل جدا 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 بسهول الاسر الوقت مش عندي لو انت بقى بتحبي اللوك اللي هو البرونزاش فانت هتحطي البرونزر بتاع كاتريز ده بقى ده الواهمة بقى لو انت من من النسي اللي بتحبي الحاجات الوان الترابية والبنيات فبرونزر كاتريز واه اختي على الله يعني ما التي اهلتش نهمت من 100 جنيه على فكرة احنا بتكلم في اسعار معقولة تمام بعد كده هنيجي بقى لمرحاض روجات اوكي اه روجات لو انت بتحبي اولا اول حاجة هنصحك بس في ornaments باعدة تماما عن الرجات المط روجات مات حلوة الفنش بتاع حلو الالوان بتبقى واضحة وكل حاجة بس رجات المات انا في رأيي يعني المتوضع لحضرتك ان رجات المات بتبقى مش يومية يعني عايزة حاجة يومية تكون كريمي عشان مش قاشر شفايفي لو انت عايزة تحطي حاجة مات فيه الايلام بتاعة ويتن وايل ده انا كنت اتكلمت عليها قبل كده ده بيدي فنش يعني ايه يعتبر قريب من المات عندك كمان الايلام بتاعة اسنس الخشب مش الماتك هتديكي برضو الفنش ده دي معقولة لو انت يعني مصرة جدا على الايه قريبة من المات شوية اما لو انت عايزة رجات تكون كويسة فانا برشح لك اماندا ميلانو ده حلو قوي وعندك الاماندا النود اللاين بتاع النود ده حلو قوي برضو وعندك احنا اتكلمنا عن اللاين بتاع النود ده قبل كده وعملين عنه روفيو وعندك سيبال وبرضو عاملين عنه روفيو وعندك ويتن وايلد انا مش عارف انا مش عارف المنطقة صح ولا لا انا اصلا يعني في الانجليزي بعافية فحاولوا ان انتو كده اه برضو براندا ده حلو قوي اهم حاجة ان انت الصبح متخرجيش حتى روج ميتي متخرجيش حتى روج احمر متخرجيش حتى روج فائع فوشية الالوان دي مش للصبح ومش للجامعة خلي الوانك هادية خلي الميكب بتاعك هادئ اه 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 فيه تلات حاجات اه بيعيجي عنهم تماما في ميكب الجامعة ممنوع الكنتور ممنوع الاي لاينر ممنوع الهاي لايتر اه ده من وجهة نظري طبعا لكي كامل الاحتراب لكن انا بقولك بيعيجي عن التلاتة دول ليه كنتور لان مفروض ميكب الصبح بيبقى هادئ فانت مش هلحددي ملامحك الصبح تمام ده اول حاجة كنتور اي لاينر لو حطيتي كل يوم اي لاينر وجيتي في يوم محطيش اي لاينر هتبني انت تعبانة ومرهقة ويوي ويوي فما تحطيش كل يوم الاي لاينر خليل المناسبات زي ما اتفقنا زي زي الكوحل الاسود زي زي المسكرة السود تمام هاي لايتر اه انا بس تصعبه للصبح بصراحة بس لو انت عندك اماكن عايزة ببينيها ممكن ببودر زي البودر بتاعة كاترس دي دي بتدي ضي كده للمنطقة اللي بتحط عليها فعملي في اماكن الهاي لايتر احطي بودر زي دي كده ايه فتحة يعني يكون فتحة ده لو انت ده بالنسبة للميكب الجامعة اما لو انت من نوع الناس اللي بتحب بتحط حاجات بسيطة فانت ممكن تحطي الميكب بتاعك يكون عبارة عن الكوحل وفيه على فكرة جماعة الليب بالم دي انا كنت اتكلمت برضو عليها قبل كده دي حلوة قوي 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 وبتدي الوان عالشفاف دي مش مجرد لب بالم بس بتدي الوان زي الروش كده الوان لها الجلوسي يعني كأنك حتى جلوس كده بس بالوان دي من ويتن وايل دي رب يكون بنت اسمها صح بس عشان ما اما تفضحش قدام الناس وفيه في ميبلين برضو عاملين برضو الوان منها دي حلوة قوي انا شخصيا بستخدم دي الصبحان انا مثلا انا نازل الصبح بقوم حتى اا اا االم االم كحل ايا كان بقى االم الكحل اللي انا بحطه انا غالبا بحط بني اا ازرق او اخضر ومعا بقى اا اي لوم من الوان الزبدة كاكاو دي وانزل واشكرا على كده هو ده الميكاب الصباحي بتاعي ماشي يارب يكون الفيديو عجبك واسفة جدا طولت عليكو بس انا حاولت ان انا هقلميلكو كل حاجة ولو عايزين تسألوني عن اي حاجة تسألوه في الكمنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله هعمل فيديو تاني لبنات الجامعة احنا قل كده قلنا ازاي نحط الميكاب وايه الميكاب اللي احنا هنستخدمه ولو احنا بقى لما بنرجع وازاي تعتني بالبشرة بقى اخلال بعد ما بترجع من الجامعة وخلال اسبوع ازاي تعتني ببشرتها بحيس ان هي ببشرة ما تتأثرش بالميكاب اللي هي بتحطه طبعا بنات الدخنين الجامعة كل سنة وانطيبين ويرب بداية حياة سعيدة عليكم ويكون زي ما بيقولوا كده بداية مباركة ويكون حياة جميلة ويكون نقطة تحول في حياتكو الافضل وربنا يوفقكو ربنا معاكو وخلي عندك دايما قناعة انت جميلة 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 من غير ميكاب من غير اي حاجة لجسلت وشك ونزلت فانت برضو جميلة ربنا يوفقكم واستنوا الجزء التاني ان شاء الله من الفيديو اه ولو لسه ما عملتي سبسكرايب اعملي سبسكرايب للقناة ودوتي على علامة الجرس ويرب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله فيديو تاني على خير باي باي اشتركوا في القناة